امبرح انكلمنا مع حضراتكم عن اليوم العالمي للرياضة والاحتفالية اللي اقيمت في مركز شباب الجزيرة عايز اقول لكم ان كابتل محمود الخطيب رئيس بجلس دارة النادي الاهلي كان حريص على حضور احتفال اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية باليوم العالمي للرياضة من اجل السلام طبعا بحضور الدكتور اشرف صفحي وزير الشباب والرياضة هنتابع مع حضراتكم جانب كده من هدير احتفالية من خلال هذا التقرير الحقيقة سعدتي بهذه الاحتفالية لها اكتر من سبب بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من اجل السلام وما زال العالم كله يعيش لحظات الاعجاب والانبهار بمصر الحضارة مصر التاريخ وهي تسير جنبا الى جنب مع مصر الحاضر مصر البناء والتطوير بارادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه الى مستقبل افضل باذل الله ايضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهية الامم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب وبدون تحيز الرياضة هي ركيزة من ركاز اساسية للمهود باي مجتمع وعامل مهم لغرس القيم الاخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان الرياضة وسيلة لسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان وأداة لسقل صفاته النبيلة الرياضة درع واقي وحصن وحصين بصحته البدنية والنفسية على السواء وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول الرياضة أصبحت صناعة لا اجتهان بها لها أدواتها ولها استثماراتها ومثسمة في إسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إخفاله الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة ولذلك نقطتان أخيرتان دعوتي لكل من له صلة بالرياضة عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول الرياضة رسالة سامية حفظوا على مساقها وكونوا خيراً كونوا خيراً ممثل لها على كافة الأسعادة والنقطة الأخيرة كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من زواء اللي هم من الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق الرياضة وسيلة ورسالة ومن أعظم ما تحملها هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب ونختم بالسلام اللهم منك السلام وإليك السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رسالة بقى لكل الأندية وكل المنازل إن جماعة اهتموا بالرياضة بالنسبة لولادكم بالنسبة للسلوك السلوك الرياضي هو اللي بيخلق شاب برياضي حسن متميز ما فيش انحراف ما فيش إدمان فأهم حاجة إن إحنا علينا الاهتمام بالرياضة في منازلنا قبل الأندية يعني إذا كانت الناس مش قادرة يعني تنطم الأندية والحاجة خلوا ولادهم يتعلموا الرياضة من خلال الأكاديميات اللي موجودة الوقتي بقى لكو فيه يعني مراكز شباب كثيرة حقيقة على مستوى مصر ألاف مراكز شباب ما محدش بيدفع فيها أي مبلغ ولا حاجة فيش كلام يعني ده حيبقى مهمة أول ولادهم وإعبارة عن بصمة موجودة في تاريخ مصر إن عندنا رياضة رياضة بمعنى الكلمة أنا هبتدي منذ الأمم المتحدة قالت إن اليوم ده يوم معلامي للرياضة وكنت الفوكل بوينت بيرسون في مصر أنا والدكتورة راني علواني الدكتورة ماجل حلواني بنمثل جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت النهاردة بنحتفل بهذا اليوم كل سنة فنهاردة لما يكون وزير الرياضة موجود معنا وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي قمم الرياضية كابتن محمود الخطيب ورئيس سحمة مجال رئيس تحديد كله عديد من مش عاوز أقول أسماء إنما النهاردة بنقولنا للرياضة رحبنا بالناس كرمنا بعض الرموز إنما شفنا بقى رياضة شفنا المشروع القومي للناشئين في السكواش المشروع القومي للناشئين في التايكوندو موجودين في صارح الرياضي رائع يمكن استوديوهاتكو على الجانب الآخر بتصورهم من فوق برد إحنا شايفين إن فيه طفرة في مجال الرياضة قناعة من القيادة السياسية قناعة من الحكومة بالإضافة لخناعة أولئية الأمور النهاردة يوم عالمي للرياضة يوم للتسامح للأبطال للمواهب الجديدة المفروض الدولة بتلعها هذه مشاريع طبعا بتتعامل في اللعبة شباش كانت لعبة مكسورة على فاية معينة دلوقتي اللعبة في توجهاتنا ساعة الرئيس عفتاح السياس إن هي تبقى متاحة للجميع مجهود كبير جدا من دكتور أشرف صبحي مركز شباش جزيرة بيحتضن أول فيز الأولانية ومدينة رديب برسعيد بتحتضن الفيز التانية عندنا أكتر من 430 لاعب ولعابة من 6-7-8 سنين مواهب كبيرة جدا إن شاء الله هيكمله أجيال يبقى بخط متوازن مع الاتحادي إن شاء الله بإذن الله تقدر تشوفي يعني أبطال العالمين تلعين من المشروع دوت مساهمة جدا من الدولة على تكاليف الأسر المصرية بندي فرصة كبيرة 20% من المشروع من دور رعاية الأيتام ومن أولاد أبطال نشهداء الجيش والشرطة بيتمرنوا معنا فيه طبعا اهتمام كيبي جدا بالقطاع الدوت إن شاء الله نطلع منهم أبطال ويكون رول موديل بإذن الله عالمي بإذن الله